ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا نجمة كبيرة انا شخصيا بحبها جدا النجمة امي البحيري نقدر نقول عليها ان هي بلوجر عارضة ازياء فاشون ميكب صح يا امي؟ ازايك امي عملا ايه؟ ازايك انت افورك انا مبسوطا انا معاكو نهاردة دا احنا مبسوطين اكتر والله اهم جد هنبدأ معاك انت تحب تعرف نفسك الى الناس امي البحيري هل هي اعلامية؟ هل هي فاشونستة؟ هل هي ممثلة؟ هل هي بلوجر؟ ايه؟ او انا اكتر حاجة بحبها عارضة ازياء انا اول ما بتزيت بتزيت عارضة ازياء وبعدين عملت اعلانات وفيديو كليب يعني دخلت في التمثيل كده صدفة تبقولي لي بقى اي سبب دخولك التمثيل يعني كنت مخططة لها ولا لا او مواجي معا صدفة بصرحة انا كان حلمي من وانا صغيرة اطلع عارضة ازياء يعني كان حلم حياتي ان انا بقى لي صورة مثلا على منتج او لا ده كان حلم ما شاء الله احنا في الصورة معانا حسنا يعني بانر بنازلك في نص الشارع كتير او مطور كتير فانا بمبسط جدا ان انا قدرت اوصل للحاجة اللي انا كنت بحلم بيها التمثيل جمعية صدفة بدأت بقى عليهم وبعدين لقيت فيه مخرجين كلمونيه في ادواره وكده طبعا كنت مبسوطة جدا طب ودلوقتي بتحبي التمثيل اكتر ولا لسه الموديلينج؟ انا اكتر موديلينج طيب ايه بقى الردودة الافعالية اللي جاتلك اول ما تحولتي من موديل لممثلة؟ اه لا اه كتير يعني ناس القربين مني جدا انبسطوا جدا وحفزوني ان انا اكمل حدواته الحمدلله الحمدلله ربنا وفقك وبقيت مسلت ادوار مشاهد كتير اه عمالت حيات كتير انتدربتي حالة شيحة بالقلم كان الحقيق كان الحقيق انا اه المشهد انا اصلا يعني على المستوى الشخصي بحب حالة شيحة جدا فكان بالنسبي ان انا اضربها ده كان مستحيل ده في مسلسل خيانة عهد اوكي فحالة شيحة من مسلات الرئيئة كده جميلة فكان صعب علي ان انا اضربها جدا لو انت كنت تلعب بلتجية واستشعرت اه 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 اكت حاجة جديدة عليها جدا وانبسطت ليها والفضل يرجع على المخرج الكبير سامح عبدالازيس صح ليه دايما المخرجين بيحطوك في الادوار اللي هي حتة معينة كده اه حتة معينة كده لا بو استحقلك حاجة انا فعلا يعني الممثل عموما بيعمل اي حاجة اي حاجة يعني مفروض ان انت تطلب منك اي حاجة تعملها فكان دايما المخرجين بيشوفوا مثلا لو انا عايز الممثل مثلا حد يعني شكله حاله وبتاع فكان دايما يحطوني في الحتة دي لحد ده ما المخرج الوحيد لسه غير لي الفكرة دي مخرج سامح عبدالعزيز قال لي لا 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 انسي شكلك و جسمك و كل حاجة احنا نعمل حاجة مختلفة خالص دي تقصيلي شارك وننزل السجن ونعمل حاجة جديدة فكانت دور الوحيد اللي أنا عملته ومبساطة أكتر دوري أنا مبساطة بي جدا فكان حاجة جديدة علي طب قوليلي بقى أنت في كل صورك لابسه مفتاح قوليلي بقى المفتاح كان جالي هداية من جوزي يعني أول ما عرفنا بعض خالص اللي هو أن احنا نبتدي حياة جديدة مفتاح حياة جديدة بس هاي دي قصص المفتاح صورو أنت فاشونيستا علاقلنا كده على الصور دي دا كان في فاشون شو فاشون شو كان مصامم أزياء سعودي أوكي يعني دا إيجي فاشون دا إيجي فاشون يلا إيجي فاشون دا أحمد العزبي يلا إيجي فاشون دا أحمد العزبي دا تبقى إيجي فاشون برضه 90% من الشغل إيجي فاشون لأنه أكتر شركة أنا بشتغل معه واشتغلت مع الشهباندر واشتغلت مع الشهباندر عبيت كفت مذاكرا أنا بزاكرا آه جدا دي يوم العرض الخص بتاع الفيلم بتاع أستاذ خالد النبوي خالد النبوي طبعا أستاذ خالرحي أنا أريد الصورة يا جماعة اللي هي فيها الباندر بنازل هيفن دا أنا أستاذ ياسر الجلال آه دي في مجلة ندين مجلة دي لبنانية أصحابي في لبنان لقيتهم بيصوروا لي مجلة أنت شارتي عندنا طيب أنا هاخدك كده الموضوع يعني كنت نزل الفترة اللي فاتت بوست المفروض اللي هو باسمك إيميل بحيلي تشهير بميت ميدا يعني في ناس كتير تعرفه في ناس كتير ما تعرفوش يعني أنت قولنا مين ميدا دا أصلا وليه نزل البوست باسمك قصة الموضوع إن أنا أصلا زي زيكو تفاجئت بالبوست وتفاجئت بكمية شير رهيبة من الأكاونت دا طبعا مش أكاونت بتاعي خالص دا أكاونت فيك يعني تقدم ناسكلاب طبعا أنا نزل دا عندي أو مستحيل إن أنا تكلم على ميت إحنا كان فيه بينا مشاكل بس خلاص يعني دا واحدة وفق لا يرحمه طبعا يعني أكيد هيكون في مكان أحسن بس مستحيل إن دا يكون على الثاني أنا أكتر واحدة بيتعمل لها أكاونت فيك اللي عملت سيرش هتلاقي فولورز بتوحهم نص مليون لو أنا معنجيش تليج أكاونت على الانستجرام على إثنين مليون آه آه دي حقيقة للواتنش بتاعك لا دا كانت سرق ميني اللي هو أثنين مليون أكاونت بتاعي الفولورز مش كتير ما يصدقوش أنا اللي فيك واما اللي حقيين انت متخيلة بسي الأكاونت ها لا آه لا البوست دا ما يخصينيش خالص مش أنا اللي عمليك نهائي مستحيل دا الأكاونت الفيك آه وعمل نفس التور بتاعتي ونفس كل حاجة مش أنا خالص طيب آخر حاجة إيه الأعمال اللي عندك إحنا عارفين اللي أنتك عملك كرة مع كرة والجن إن شاء الله قريب هعمل دور في الكرة والجن ما يبقى مختلف برضو تماما عن أي دور أنا عملت قبل كده ويعني تاني مرة أشتغل مع أحمد آخر حاجة هابتقول إيه الفنز بتوعك أحب أقول لهم ما تصدقوش أي أكاونت فيك خالص أنا في الأكاونت بتاعي الشخصي أنا بعمل لايف أوكي فأي أكاونت يخش أتكلمكم لازم تخشوا تشوفوا هل في عنده لايف مباشر أو بس مباشر دا اللي يأكد لك إذا كان أنا أو لا لأن في ناس كدبين كتير وفي منهم بينصبوا على ناس لا أعملين لمشاكل بطريقة صعبة جدا أمي البحاري إحنا بجد مشكورك نورتينا أنا بساطة أنا معكم بجد دا شرف لينا ويا رب أنت فعلا تكونين مبسوطة معنا والحلقة تكون عجبتك أم بساطة جدا وعايزة أشكر بس كريم اللي عملي الميكب تعرفتوا جدا بس الدعاية بقى بس الدعاية اللي متعامل علىه تعرفتوا جدا كريم عملي الميكب يعني وتعرفتوا معي شكرا يا سيد كريم في الختام بنحب نشكر أستاذ المشاهدين على متابعين الحلقة يعني يا رب تكون الحلقة عجبتكو وتكونوا استفدتوا من البلوجر اللي جات أو الفاشن دزاينر أو الفنانة إيميل بحيري أو الفنانة التونسية ننسي بالحج ننسي بالحج ننسي بالحج بنشكركم جدا وإن شاء الله الحلقة الجاية يكون فيها فكارات أكتر إن شاء الله تنقول إعجابكم شكرا